يا شيخ المسحة للخفين في السفر الورد زياد عن ثلاثة أيام صحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسحة للمسافر ثلاثة أيام في لا قيد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمسح ما شاء لكن الصحيح الأول وأنها مقيدة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا أن يكون هناك ضرورة كما لو كان في بلاد باردة ويخشى أن خلع الجوارب أو الثفين أن تتساقط أصابعه وتتعلم فهذا لا بأس أن نستمر نعم